النهاردة بفتح بالصدفة أشوف إيه أخبار الدنيا وهنحارب إمتى ويأجوج ومأجوج هيطلعوا إمتى وفي حاجة غريبة جداً لفتت نظري بعيداً عن كل الأخبار الغريبة فمبروك يا رجالة اكتشفوا نوع فيروس جديد اسمه زومبي الغزلان وهو ده اللي هيقدي علينا أو ممكن يطلع كلام في الحمادة المهم يا سيدي إن كل الأخبار بتقولك إيه؟ بتقولك إن هم اكتشفوا نوع فيروس جديد اسمه فيروس الزومبي عند الغزلان عرفها؟ الغزالة المجنونة دي اللي بتجري بسرعة دي واكتشفوا الكلام ده في الولايات المتحدة وبيقولك إن الفيروس ده العلماء حطين إيدهم على قلبهم قال إيه بيشكل الفيروس الجديد خطورة على البشر بالرغم من الكلام ده إنه هو بيقولك إن لسه لحد دلوقتي مفيش إصابات بين البشر بس لو حصل حاجة مفيش حد هيقدر يسيطر عليها وبيقولولك إن دي كرسة بطيقة الحركة بالنسبة للبشر لأن بمعنى أصح ده مش مجرد دور ألفلوانزا ولا هو دور كورونا ممكن إن انت تنجو منه المهم يا سيدي بيقولك إن ده انتشر في حوالي واحد وتلاتين ولاية في أمريكا وزي ما قلنا هو الحد دلوقتي ما بين الغزلان بس العلماء بقى تلعوا بيقولوا لك إيه المرض ده بينتشر من خلال تلامس سوائل وأنسكت الجسم الملوثة يعني غزالتين يلمسوا بعض راحوا في دهيا ورجوا بعد كده قالوا لك لا ده ممكن يكون من خلال البيئة أيهما أقرأ لا لا استنى ممكن يبقى من مية وشخصوه على إنه هو مرض CWD هو اسمه كده ما عرفش نطاقته صح ولا غلق المهم إن الحد دلوقتي ما فيش أي بلاغ بيقول إنه هو أصاب البشر طب هو ممكن فعلا إنه هو ينتشر ما بين البشر قال لك شوف يا عزيزي هو الحد دلوقتي ما فيش أي إصابات لكن العلماء بيدقوا جراز المعركة وبيقولوا لك إن ده خطر ولازم نبقى مستعدين إنه هو احتمال يصيب البشر طب تعالوا نعرف بقى هو بيعمل إيه بالزبط بتاع ده زومبي يعني بتمشي زي المجنون كده وتعض في خلق إلاه فقال لك لأ تعالوا ما نشرح لك بقى الأعراب بتاعته ما بين الغزلان لسه ما نعرفش ببناء آدم ومخه هيبقى عامل إزاي المهم واحد فقدان شديد جدا في الوزن وتفضل ترفع 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 وما انتش فاهم إيه اللي بيحصل اتنين أعراض عصبية ودي هم ما فسروهاش مش عارف بقى هتمشي اتعضعت في شفايفك ولا هتقرقت في ضوافرك المهم يا سيدي بيقول لك الخمول اه انا عارفه المرض ده هيخلي الناس تنام خد التقيلة بقى سيلان اللعاب يعني الناس هتمشي تريل على بعضها والعطش الشديد نهر النيلمش هيكفيك والتبول بكثرة طبعا مش محتاجة تفسير المهم يا سيدي العلماء بقى مطالعين قيلين لك إيه احنا لازم ندي الناس نصائح وقائية علشان خطر المرض ده ما ينتشرش ما بينه أماء المهم مراكز مكافحة الأمراض الوقائية قالت لك إيه قالوا لك إيه وعا تضرب نار على الغزلان أو تتعامل معاها أو تاكل لحمها طب بالنسبة اللحم القطط والكلاب اللي عندنا هنا أو لحم الحمير ده في خطر علينا ولا إيه قالك المهم بقى لازم تلبس جوانتي في إيدك لما تيجي تلمس الحيوان أو تتعامل مع اللحوم بتاعتك ولو كنت بتتبخ أو بتقطع غزلان حاول إن انت تبعد عن الأعضاء بتاعتها أعضاء أحيه لا مش ديه أصدق على أنسكة المخ والحبل الشوكي المهم يا سيدي بقى تستنتج من الكلام ده إيه إن العالم بيتقسم تقسيمة جميلة جدا شوية قريب هيلبسوا زومبي الغزلان ده وهيمشوا يريلوا في الشارع وشوية تانين واخد لي بالك حضرتك هيبقى عندهم الشدة المستنصرية في الشارع وهيقطعوا ياكلوا بعضوا قريب أنا ما بحبش أفسر وشوية تانين كل هدفهم إرضاء إخوانا ببعدة وشوية تانين قاعدين بيتفرجوا وشوية تانين عايزين الحرب العالمية التالتة تقوم وغيرهم وغيرهم والعالم هيفضل يتقسم كده وإنت خليك قاعد مكانك ما تعملش حاجة وطبعا عزيزي المشاهد مش محتاجة أقولك لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير وشكرا جدا على دعمكم لي يا جماعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة